هذا بينما انطلقت مساء اليوم الأعمال التحضيرية لقمة دول جوار السودان وأوضح المتحدث باسم الوزرات الخارجية انطلقت جلسة تحضيرية لقمة دول الجوار السودان على مستوى كبار المسؤولين بالقاخرة ويذكر أن القمة تهدف إلى اتخاذ قطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها